نحن حاليا مع أحد المجموعات التي تنوي الدخول إلى مواقع ميليشيا الاحتلالين الإيراني والروسي بعد قليل بتنفيذ إحدى الإغارات التي تقومون بها غرفة عمليات الفتح المبين وكان آخرها يوم أمس عملية الساحل واليوم هذه العملية الملاحظ أن هؤلاء الشباب يحملون معهم الكثير من العتاد والأسلحة البارودة والمخازن وأيضا قازف الأربيجي والحشوات وغيرها من العتاد الثقيل ما يوحي لأنهم تلقوا تدريبات قوية وعلى فترات بعيدة لنستكشف أكثر يعطيك العافية شو نوع للتدريبات التي تلقيتها لحتى وصلتوا لهذه درجة من الكفاءة والقدرة العالية؟ الحمد لله بعدما خصت الحملة العسكرية وصلنا أعداد وتدريب وتدربنا تدريبات شاقة وتدربنا كثير أنواع الأسلحة الخفيفة والسقيلة ومنها قازف أربيجي دورات ليلية ونهارية الحمد لله الآن صرنا قادرين أن نفوض نطبع رأس العدو في التراب إن شاء الله شو نوع تدخلوا تسوي وين داخلي؟ بإذن الله عز وجل نوين ندخل إلى عقر ديار الميليشيا الإيرانية حتى نطبع روس هذه الميليشيا الإيرانية التي تقصف أخواننا الآمنين بالمحرر وثأرنا للحرمات بإذن الله عز وجل نطبع روسهم بالطراب إن شاء الله عز وجل إذن هؤلاء المقاتلين سيدخلون الآن إلى نقاط تتمركز فيها الميليشيات الإيرانية بشكل مباشر أي أن العناصر المتواجدين في هذه النقاط التي ينوي الدخول إليها هؤلاء الشباب هي عناصر من إيران يتواجدون هنا على هذه التخوم يعرضون الكثير من المناطق للقصف بشكل دائم استهداف المدنيين في مناطق ريف حلب وغيرها إذن بدأت الآن الإغارة التي ينفسها فصائل الففار على أحد مواقع الميليشيات الإيرانية بريف حلب الغربي دخل المقاتلين إلى هذه النقاط وبدأ حيثا التمهيد والاشتباكات المباشرة بين كلا الطرفين اشتركوا في القناة